جددت إسرائيل مخاوفها من شبكة الأنفاق التي يمتلك حزب الله في جنوب لبنان واحتفاظه بها كواحدة من أهم أوراقه الرابحة واتات هذه المخاوف عطفا على تقارير أمنية تناولتها صاحبة فرنسية في فبراير الماضي كشفت فيها أن الحزب لدي شبكة أنفاق سرية أكثر تطورا من تلك التي لدى حركة حماس في غزة مضيفة أن طولها مئات الكيلومترات ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك وصولا إلى سوريا ما يشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل في حال قررت الدخول في حرب برية على هذه الجبهة بحسب تعبيرها أعود إلى ضيفي من بيروت الخبير الأسكر والاستراتيجي سيد العميد خليل حلو سيد خليل استماعت لهذا الخبر الذي يقول أن إسرائيل لديها اليوم تخوف كبير أيضا من شبكة الأنفاق والتي يمكن أن تصل لمئات كيلومترات لحزب الله وهذه النقطة كيف ستقراها إسرائيل عسكريا في حال قررت الدخول بحرب نعم يعني خبرة إسرائيل بالتعامل مع الأنفاق بدأت مع حروب غزة السابقة والحرب الحالية حيث الأنفاق لها وجهان رئيسية الوجهة الأول أنها أنفاق استراتيجية لأنها على عمق يتراوح بين 30 و 80 متر تحت الأرض وبالتالي هي بمنأة عن الأذى من القصف الجوي وبالتالي قيادات حماس كما قيادات حزب الله في لبنان استنتاجا يمكن أن تكون موجودة داخل هذه الأنفاق وبالتالي بمنأة عن القصف الجوي ولكن الأنفاق على هذا العمق لا يمكن استعمالها للقتال أنفاق القتال هي في الواقع أنفاق سطحية أو أنفاق تواصل ما بين الأنفاق استراتيجية والخارج وبالتالي من المتوقع أنه إذا قامت إسرائيل بوثبة عسكرية إلى الداخل اللبناني يعني عمل بري لن يكون هناك خطوط جبهوية دفاعية في وجهها إنما سيكون الخرق الإسرائيلي سريعا ولكن ما سيحصل بعدها هو أن حزب الله سيستعمل مداخل الأنفاق ليخرج منها وليقوم بعمليات حرب عصابات ضد الجيش الإسرائيلي أكان باستهداف ألياته وهذه المرة لا نتحدث عن قزائف القسام التي فعليتها محدودة جدا ضد الأليات رغم كل الفيديوهات التي رأيناها حزب الله يمتلك صواريخ من نوع كورنيت وصواريخ أخرى شبيهة لها من صنع إيراني فعالة جدا وذات المفعول المزدوج والتي هي فعالة أكثر بكثير مما هي عليه قزائف القسام هذا سيكون خطر كبير أو يعني مصدر خطر على الأليات الإسرائيلية التي يمكن أن تكون قد دخلت إلى الأراضي اللبنانية ثم استعمال مداخل هذه الأنفاق للخروج بمجموعات صغيرة ونصب كماء للتنقلات الإسرائيلية يعني حتى الآن في هذه اللحظات في الجولان المحتل الجنود الإسرائيليون باتوا يتنقلون سيرا على الأقدام وليس بواسطة أليات لتفادي صواريخ الكورنيت ولتفادي الاستهداف بالصاروخي والمدفعي وبالتالي هذه الأنفاق هي سلاح استراتيجي لحزب الله أو هي مكون استراتيجي للدفاع في حزب الله ولكن هذه الأنفاق في نفس الوقت لها الوجه الآخر السلبي هذه الأنفاق لا تسمح لحزب الله بالقيام بمناورات يعني أتحدث بالحركة يعني عندما يكون هناك قوى عسكرية تقاتل على السطح يعني على وجه الأرض نعم يجب أن تتمتع بها مش مناورة يعني تتحرك أولا لعمليات هجومية أو عمليات دفاعية أو كل أنواع العمليات تحتاج إلى ما يسمى مناورة يعني حركة ونار هذه الأنفاق تجعل من حزب الله في ملاكس ثابتة يعني بداخل الأنفاق معرضة لأن تنكشف وأن تتعرض للخصف وهذا يحد كثيرا من هامش المناورة إنما يعني الدفاع في هذه الحال سيكون فعالا وإسرائيل يمكن بقوتها النارية أن تدخل ولكن تعرف تماما أنها ستدفع سمن كبير أكان على مسرح العمليات في جنوب لبنان أو الرد الذي ستتلقاه على المدن الإسرائيلية بواسطة الصواريخ الثقيلة والدقيقة التي يمتلكها حزب الله أكان من الداخل السوري أو من البقاع الشمالي فيه طيب جميل أريد أن أقف معك أيضا على تعريق جاء في نيويورك تايمز تقول صحيفة أن كبار الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون سرا أن قواتهم ليست في حالة مثالية لخوض حرب في لبنان نعم هو ليس سرا كما ذكرت منذ قليل الفرصة لما تعتبرها إسرائيل فرصة للقيام بعملية في جنوب لبنان كانت أكبر في بداية الحرب وحتى بداية هذه السنة أما الآن مخزون الزخيرة في إسرائيل يعني لم يعود كمكان وهو بحاجة لإعادة تخزين وطبعا الولايات المتحدة هي الممون الأشاشي وهي تحذب عنها قسم من هذه الزخائر وحتى الآن تستعملها وصيلة ضرب على إسرائيل هل ستكون هناك أيضا مساعدات مقدمة لإسرائيل سواء من الولايات المتحدة وبريطانية نعم ولكن عندما نتحدث عن مساعدات يجب الدخول في التفاصيل إسرائيل بحاجة ماشرة إلى قذائف جوية زخيرة جوية ثقيلة تستطيع أن تصل إلى عمق الأنفاق الولايات المتحدة تمتلك هذا النوع من الزخائر ولكن حجبته عن إسرائيل وحتى حجبت عن إسرائيل الزخائر التي تزن طنا والتي يمكن أن تخترق ربما عشرات الأمتار ولكن ليس الأنفاق استراتيجية حتى هذه الزخيرة إسرائيل تريد أن تعود إلى المخزون الأساسي لها لأنها استعملت في غزة الألاف منها وأيضا هناك مسألة العديد يعني الجنود الإسرائيليون تحت السلاح منذ عشرة أشهر وأكيد هناك استبدال للقوى على الجبهات ليست نفس الألوية والفرق التي تقاتل على الجبهات يتم استبدالها ولكن رغم ذلك يعني يجب أن تأخذ قصة من الاستراحة وإعادة تنظيم وإعادة دراسة العقيدة العسكرية قبل القيام بعمل في لبنان ولكن إذا فردت هذه الحرب هذا لا يعني أن إسرائيل لا تستطيع القيام بها ولكن طبعا يفضلون القيام بها بأقل خسائر ممكنة وبدون مغامرات بعمليات مدروسة سلفا ومع حظوظ نجاح مرتفعة نعم شكرا لك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو